السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي في الصف السابع هذا الدرس رقم 8-9 الخاص بالحجم تدريب على مسائل حساب حجم المكعب وشيب المكعب والمنشور بصفة عامة تعالوا نشوف ازاي تحل مثل هذه المسائل الجميلة والبسيطة السؤال الاول اوجد حجم المكعب المجاور حجم المكعب يا ابنائي حصل ضرب ابعاده الثلاثة يلا نحل مع بعض الفوليوم هنا هو حاصل ضرب الابعاد انتم عارفين المكعب هو يعني شبه مكعب متساوية ابعاده يعني الطول 3-1 من 10 والارتفاع 3-1 من 10 والعرض 3-1 من 10 ف3-1 من 10 في نفسها في نفسها اضرب اول عددين في بعض واضرب الناتج في 3-1 من 10 فهذا المكعب حجمه تخيل 29 متر مكعب وشويه حوالي 30 متر مكعب اما المنشور الثلاثي في السؤال الثاني المنشور الثلاثي او اي منشور يا جماعة قائم مساحة القاعدة بتاعته دي القاعدة اللي هي الوجهين الموجود منه مرتين مرة في الاول ومرة في الاخر دي اسمها القاعدة مساحة القاعدة في الارتفاع فمن كل بساطة المثلث عندك اهو نص القاعدة في الارتفاع نص تمانية او الارتفاع في القاعدة مش مهم في ستة وثلاثين هنرفعها الكاس ستة في تلاتة في تمنتاشة واثنين عشرين على تلاتة دي اسمعها مساحة القاعدة ضرب الارتفاع خمستاشر إذن القانون الأساسي لمساحة لحساب حجم المنشور إن نحن نقول مساحة القاعدة بس هذا هو ونحل دي بقى بالراحة تقسيم اتنين تقسيم اتنين 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 ادرب اربعة في عشرين مثلا كام تمانين على تلاتة ضرب خمستاشر أنا بحاول حل بعاجب دون ألا حسب وهو تقسيم تلاتة واحد تقسيم تلاتة خمسة ونضرب خمسة في تمانين اديك ربعمية سنتيمتر مكاحة كل بس هذا هو الحجم السؤال التاني هذا منشور سداسي القاعدة عم أرهن شكل سداسي شكل سداسي منتظم الشكل السداسي منتظم يا جماعة يتكون من ستة متلثات متطوق المثلث ده يا جماعة هنجيب مساحته نص القاعدة في الارتفاع نص الستة بوينت خمسة تمانية ضرب الارتفاع فايف بوينت سيفن وهنضرب كل ده في ستة ليه؟ لأن القاعدة تتألف من ستة متلثات كما ترى لذلك مساحت القاعدة مساحت المثلث الواحد مضروبة في ستة قاعدة ستة متلثات زي ما انت شايف جبنا مساحت متلث واحد فيهم وضربنا في ستة ايضا دي كل دي اسمها مساحت القاعدة وهنضربها في اتش اللي هي ارتفاع المنشور اضرب بقى المسألة دي على مالك ممكن تغسط نص ضرب ستة يديك تلاتة اهو وتبدأ تضرب بقى تلاتة في سكس بوينت فايف ايت والنتج تضربه في فايف بوينت سيفن والنتج تضربه في ففتين بوينت فور معلش ارقام عشرية تاخد منك وقت شوية في الكتابة لكن هذا هو حجم المنشور هيتطلع معاك سيفنتين آآ ثيرتي تو بوينت سيفن اوكي احنا في الامتحانات بنتجنب آآ الارقام الطويلة بنجيب ارقام شوية سهلة ومستساغة في آآ للحل اوكي الشكل نفس الشي يا جماعة ده عبارة عن آآ شكل آآ منشور آآ سداسي الشكل الذي تكونه بدران صومعت حبوب فارغة هو منشور سداسي كما هو موضح هل بإمكان المزارع أن يخزن أربعة تلاف مدين وخمسين قدماً مكعبة من الحبوب داخل هذه الصومعة هنشوف والله حجمها هل حجمها كده أو أكبر يستطيع لو حجمها أقل من أربعة تلاف مش لن يستطيع فبنشوف الحجم بيس اريا تايمز هايد بيس اريا تايمز هايد البيس عندك عبارة عن ستة مسلسات ممكن نكتوب ستة ضرب مساحة المثلسة الواحد نص القاعدة نص التسعة في الارتفاع بتاعها سبين بوينت ايد كل دي اسمها مساحة القاعدة هنضربها في ارتفاع الخزان ده بتاعي ولا الصومعة في توينتي تري حلي ده كله هيديك أربعة تلاف تمنمية تلاتة واربعين بوين تمانية قدماً مكعباً نعم إذن حجم الصومعة يا جماعة أكبر يعني أربعة تلاف تمنمية تلاتة واربعين بوينت ايد دي أكبر من أربعة تلاف متين وخمسين قدماً من إذن نعم يستطيع المزارع أن يخزن نعم يستطيع نعم يستطيع أن يخزن نعم يستطيع أن يخزن الكمية أربعة تلاف متين وخمسين سؤال الخامس مزراب أمطار معلق بحافة أحد الأسطح له شكل منشور مستطيل قائم طوله تمنتاشر وارتفاعه سبعة يعني يديك منشور يعني شكله شكله عامل كده خد بالك المزراب والماء طبعاً بتدخل هنا وتنزل كده مثلاً طوله تمنتاشر وارتفاعه سبعة إنشات هنا أول ما التفت نظرك يا جماعة دايماً عينك على يعني الكلمات الوحدات تمنتاشر قدم سبعة إنش هنا سبعة إنش التمنتاشر قدم يا جماعة دي هنضربها في اتناشر علشان القدم الواحد اتناشر إنش يا جماعة القدم المهم دلوقتي الطول بقى اتناشر في تمنتاشر والعارض سبعة حجمه سبعة تلاف خمسمائة وستين إنش الفوليوم هنا سبعة تلاف خمسمائة وستين ما عارض العارض يا جماعة هناخد الحجم ونقسمه على حصر ضرب انت عادي كتريو دايمنشن لينت ويتس هايت فهنقسمه على انت عاوز الويتس هنقسمه على ال ال اتش ال ترب اتش إذن الفوليوم اللي عندي سبعة تلاف خمسمائة وستين هنقسمه على السبعة ضرب الطول عندي القاعدة اتناشر في تمنتاشر احسب هذه المسألة واكتب الإجابة يطلع معاك خمسة خمس إنشات عارض هنا ده مسألة ستة جدا سهلة يا جماعة عبارة عن صندوقين او مكعبين فوق بعض هو عاوز ما حجم الكعكة من هذا الشكل طبعا هتجيب الفوليوم حجم المكعبكة اللي فوق اللي قدامك دي الصغيرة حاصل ضرب الثلاثة ابعاد خمسة في اتنين في تلاتة زائد حجم الكعكة اللي تحت قدي تلاتة عشر في تسعة في الصمك بتاعها اتنين حيحسب كل واحدة واضمحهم يديك الإجابات عندك هتطلع ميتين اربعة وستين إنش مكعب هذا حجم الكيكة بتاعك منشور يا جماعة ثلاثي وعاوز ما حجم المنشور نفس الشيء الفوليوم هو بيس اريا تانزهايت البيس عندي مثلس خلاص نجيب حجم المسألة نجيب مساحة أصدر المسألة وبيقولي هنا المنشور أه محيط القعدة ما تدنيش القعدة مباشرة يا جماعة ما أعطاني طول القعدة لكن قال لي محيط هذا المثلت هذا المثلت ده يا جماعة لو طول ضلعه اكس مثلا أهو فضول ثلاثة اكس يا جماعة قيمتهم تلاتة وستين فالإكس الواحدة أو طول القعدة أو طول أي ضلع فيه عبارة عن تلاتة وستين تقسيم تلاتة يديني واحدة وعشرين اذا القعدة دي جماعة واحد وعشرين هستخدمها بقى واجيب مساحة القعدة نص الواحد وعشرين ضربوا الارتفاع ايتين بوينتور واضرب كل ده في ارتفاع المنشور شوف السهولة شوف الجمال ولما تيجي دي ضرب نص خد نص العدد الزوجي نص التمنتاشر تسعة ونص الاتنين واحد اذا واحد سوري اذا ناين بوينتوان تعمز تونتي وان هل اضربها الاول والناتب ينضرب في تونتي ايد واخد الاجابة عندك اهي اللي جابة طلعت خنس تلاف اه تلتمية وخمسين اوكي المنشور يا جماعة المقطع بتاعه حرف ال عاوز حجمه نفس الشي مش هنغير الموضوع خلاص مفيش تغيير الاريا اللي قدامك دي عبارة عن ايه ممكن حرف ال ال ده اسمه اتنين مستطيل زي ما انت شايف التلاتة اللي ورا دي اكتب زيها قدام اذا البيس عندك فيه مستطيلة هو شايفينه شايفينه مستطيل ده يا جماعة اه دي مساحته تلاتة في سبعة زائد المستطيل اللي فوق ده عرضه تلاتة وارتفاعه الاربعة اللي ورا دي اكتب زيها قدام تلاتة في اربعة يعني اتناشر دي مساحت القاعدة اضرابها في ارتفاع المنشور نفسه تمانية شكرا هذا هو الحجم شوف اديه السهولة اديه الجمال يبطلتها السبعة بواحد وعشرين تلاتة في اربعة باثناشر هتجمعهم وتضرب الناتج في تمانية اللي هو ارتفاع المنشور دي طبعا تلاتة وتلاتين اه ضرب تمانية يا سلام على الجمال يا سلام على الطعام اه دي الحل ما ننساش الوحديات عندي سنتيمتر اذا الحجم سنتيمتر مكعم مهارات التفكير العلي عبارة عن منشور يا جماعة سداسي مجوف عاوز اه طبعا اه كم يزن المنشور طبعا هنجيب حجم المنشور طبعا الكبير نقص حجم منشور الصغير ويه كده يديني حجم الماتيريال اللي مصنوع منها المنشور هسيبها لكو تكملوها وتكتبو لي الحل في التعليقات وعندينا اخر حاجة منشور ثلاثي يا جماعة احسب حجم المنشور خلال نفس الشيء اه حجم المنشور مساعة القاعدة بالارتفاع القاعدة مثل والقاعدة هي خلي بالك ستة يعني قاعدة المثلث نفسه ستة وتلات اخماس هنقول نص في اربعة وخمسين ضرب ستة وتلات اخماس خلي بالك ها دي مش القاعدة خلي بالك احنا ده الارتفاع بيكون عمودي على القاعدة اللي نزل عليها دي هي القاعدة فده يا جماعة مساحة قاعدة المنشور او مساحة الوجه اللي قدامك ده ضرب ارتفاع المنشور 11 وتحلها واحدة واحدة كسور اعتيادية بسيطة خد كل كسرينة ربهم في بعض وطلع الناتج بالاخر وفي الاخر برضو يا جماعة عبارة عن منشور سداسي من الزجاج مثلا فيه كمية الماء اللازم لتلت تلت الاناق معناها تلت حجم المنشور يعني تلت بيس تانزحة او ده او تلت يعني ناخد تلت البيس اريا عندك اه المثلس اللي جوه نص القاعدة في الارتفاع نص تمانية في سكس بوينت ناين ما تنسوش الشكل السداسي في ستة قبلها لازم تضرب في ستة كل ده اللي انا كاتبه ده اسمه مساحة القاعدة في ارتفاع المنشور 33 سنتي وتحل ده على مهلك ولا تنسى ان انت تختصر الاختصار هنا هيساعدك جدا يعني مسلا اشتب التلاتة مع التلاتة والتلاتين او تقسيم تلاتة واحد تلاتة تلاتة احداشر مسلا نص ضرب تمانية اتني اربعة واخد بالك فالمسألة اصبحت شوف اربعة ضرب ستة بوينت تسعة خلي بالك حينك على الرقام ضرب الستة في حداشر اضربها على بعضها ستة وستين الميزة في الضرب يا جماع ان انت ممكن تاخد اي اتنين تضربهم مع بعض ايه اللي في الاول جنب او في الاخر عددين جنب بعض مش مهم اخد بقى اضربها اربعة في سكس بوينت ناين والناتج اضربه في ستة وستين هيديك تقريبا فانمية واحد وعشرين بوينت ستة هذا حجم ايه يا جماعة سنتيمتر مكعب ده حجم تلت المنشور تلت هذا المنشور اتمنى تكونوا سافتكم من هذا العرض شكرا يا ابنائي بارك الله فيكم لا تنسوا لمشاهدة كل المراجعات عشان تضمن ان شاء الله الدرجة الكاملة في انتحان اشتركوا في قناتي اشترك بسيط جدا وربنا يوفقكم